موسيقى لا يزال مسلسل تعطي المنشطات والمواد المحظورة عند الرياضيين واللاعبين الجزائريين مستمرا الحلقة الجديدة من سيناريو الانحراف كان بطلها لاعب ملودية الجزائر هشام شريف الوزاني بعد سقوطه في اختبار المنشطات الذي اجراه اللاعب بعد مباراة فريقه امام شباب الوزداد سقطة جديدة وضيفت لمسلسل طويل من الفضائح التي باتت تشهدها الكرة الجزائرية لعبين مخصوصين وعي يعني نحيا يعني سلطلاء ما عندهم شعال اشترافية بيتم معنى الكريمة ولو احنا نعطنا نعطو كل نابل اللي كانت ذات لعبين يعني تعطى المنشطات كل الرياضات مش كورة القادمة وعي الله ظاهرة يرجع البعض اسبابها الى انعدام الوعي عند اللاعبين الشباب خاصة في ظل الاجور الضخمة التي تمنح لهم وقبل ايام فقط من مثول اللاعب امام لجنة الانضباط والعقوبات يوم الثلاثين من الشهر الجاري سيبقى الترقب قائما بخصوص تفاصيل اكثر لهذه القضية التي من شأنها ان تهدد المستقبل الكروي لاي الان